أكد صاحب المعالي المستشار أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتعرض له من حملات إعلامية مغرضة وممنهجة ومنظمة مشيرا معاليه أن هذا التضامن يأتي انطلاقا من عمق العلاقات التاريخية والعريقة الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين كما تجمع بين القيادة في البلدين الشقيقين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظهم الله ورعاهما وأشهد صاحب المعالي رئيس مجلس النواب بالدور الرائد والمهم الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة في الحفاظ على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا مثمنا مساعيها الحثيثة لتعزيز التعاون الدولي على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية بما لديها من إمكانيات هائلة ومقومات كبيرة تسخرها في تعزيز السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم ودعا معاليه أن يحفظ الله المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها العزيز وأن يديم عليها أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين شكرا